أهلا بكم أعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر كنت عملت فيديو قبل كده عن استخدام المسكنات وإن المسكنات زي ما ليها أضرار زي ما طبعا ليها منافع كتير واستخدامها بيكون ضروري في حالات كتير والنهاردة هندردش شوية عن أنواع المسكنات دي وإزاي تختار المسكنات المناسب للعيان بتاعك يعني بعض الحالات لو عيان عنده رينال إمبيرمنت ضعف أو فشل في وظائف الكلا عيان عنده ليفرس الروزز تلايف في الكبد مثلا عيانة حامل عيانة بتردع عيان عنده أنيميا الفول إزاي يستخدم المسكنات المناسبة في الحالات دي والحلقة مخصصة للأطباء والطاكم الطبي وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو الألم هو إحساس مزعج أو غير مريح بيكون مصاحب للتلف اللي بيحصل في بعض الأنسجة أو بعض أعضاء الجسم وفي منه ثلاث أنواع حاجة اسمها سوماتيك بين سوماتيك بين ده اللي هو للألم اللي بييجي في العضلات الألم اللي بيجي في المفاصل الألم اللي بيجي في الجلد وهكذا ده اسمه سوماتيك بين لكن فيه نوع تاني اسمه فيسرال بين فيسرال بين من فيسرة اللي هي الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان زي الكبد والكلا والقلب والحاجات دي فده بنقول عليه فيسرال بين في نوع تالت اسمه نيروباثيك بين وده خاص بالأعصاب زي الناس اللي عندها ديابيتك نيروباثي اللي هو التهاب الأعصاب الترفية فالعيان يبقى عنده شكشكة في الأطراف بتاعته وحرقان وتنميل فده اسمها نيروباثيك بين فالانالجيزكس أو المسكنات هي علاج لهذا الألم وبنقسمهم إلى أربع أقسام رئيسية أول نوع هو أوبيويتس اللي هي بنقول عليها بالعربي المخدرات أو ناركوتيكس النوع الثاني ودي الأشهر على الإطلاق في المسكنات مسكنات الألم الغير استيرويدية النوع الثالث هو مضادات الاكتئاب والنوع الرابع هو اللي هي مضادات السرع في بعض الأحيان النوعين دول بنستخدمهم كمسكنات للألم خصوصا في حالات نيروباثيك بين أو الألم العصبي وتعالوا ندردش عن كل نوع كده باختصار أول نوع هو الأبيويتس وده مخدرات ناركوتيكس بنقول عليها سنترالي أكتنج هي بتشتغل على مستقبلات خاصة كده اللي هي ميو كابا دلتا وكل نوع من هذه الأبيويتس بتختلف قوته وشدته على حسب المستقبلات اللي بيشتغل عليها وهي في العموم مسكنات قوية جدا هي مخدرات أصلا ومنها أنواع طبيعية زي المورفين مثلا وفي منها أنواع سيمي سينثيتيك أو سينثيتيك اللي هي مصنعة زي مثلا ترامادول دلوقتي وزي البثيدين وزي الفنتانيل أو الفنتانيل وغيرها المهم إن الأبيويتس دي مسكنات قوية جدا جدا فإحنا بنستخدمها في حالات الألم الشديد جدا والمتوسط وكمان بجانب إن هما بيسكينوا الألم فهم بيعملوا إفوريا بيخلوا العيان متسلطن دماغه عالية وعشان كده بيحصل منها درج أبيوز الناس بتاخدها عشان تعمل دماغ يعني كمان بتعمل سيديشن العيان يبقى مرتاخي كمان بيبقاش فارق معها أي حاجة لها بعض التأثيرات فعشان كده في أبيوز لها وعشان كده أصبحت جدول لكن من عيوب هذه المجموعة إن بيحصل منها يعني يحصل فيها إدمان اللي بياخدها فترات طويلة بيضمنها وكمان ممكن مع الوقت يحتاج جرعات أعلى يعني الجرعات العادية ما تجيبش التأثير العادي بتاعها فيقعد كل شوية يزود الجرعات كمان من عيوبها إن هي بتعمل ممكن تعمل دوخة غثيان وخيء ممكن تعمل تهبط السنتر أو تقلل معدل التنفس وكمان طبعا لها يعني أعراض انسحاب يعني إنت لو بتديها للعيان فترة طويلة وجدت وقفها فبيبقى ليها أعراض انسحاب هنتكلم عنها وعشان كده زي ما قلنا بنحاول ما نستخدمهاش إلا لفترة قصيرة وللقلم الشديد جدا بأقل جرعات ممكنة زي مثلا ما بنستخدمها في حالات الام اي عيان عنده جلطة في القلب فالقلم الشديد ده ساعد بنستخدم له أوبيويتس حاجة زي المورفين مثلا البوست سيرجيكال بين عيانة ويلدت قيصرية سيزيريان ساعات بيستخدموه عيان عمل عملية كبيرة والقلم شديد بنستخدمه عيان في ترومة جديدة حادثة كبيرة ممكن استخدمه بيرنس الحروق والقلم الشديد بتاعها ممكن استخدم أوبيويتس كمان سيفير فيسرال بين عيان عنده مثلا سيكل سيل كرايسيز ممكن استخدمه عيان عنده سيفير رينالكوليك ممكن استخدمه مغسكالوي شديد جدا ممكن استخدمه عيان عنده كانسر ربنا يعافيهم ممكن استخدم معهم الأبيويتس زي ما احنا عارفين غالبا بيديهم ترامدول وزي ما قلنا ان بيبقى ليهم اعراض انسحاب العيان لو مش عليهم فترة طويلة وجي وقفها بيحس باعراض انسحاب زي مثلا العيان يشعر بقلم في كل جسم وكده ويبقى متوتر ومش مستريح العيان يبقى مكتائب وحزين تقريبا عكس اللي كان الأدوية بتعمله العيان يبقى خايف وعنده عدائية ممكن ما يعرفش ينام يبقى عنده انسومنيا ممكن يبقى معه هايبرتنشن ضغطه يعلى ممكن يبقى معه ديارية اسهال ممكن هايبرتيرميا يعني درجة حرارته تعلى وممكن راني نوز يعني راشح من الأنف دي كلها اعراض انسحاب للأبيويتس وتعالوا ناخد أمثلة سريعة كده من الأبيويتس حاجة رقم واحد مورفين مثلا فده زي ما احنا عارفين بنستخدمه في القلم الشديد زي ما قلنا في حالات الاما اي مثلا مورفين لكن المهم ان احنا ما نستخدمهش في حالة البيلاري كوليك يبقى تعرف كده انه لا يستخدم في البيلاري كوليك او المغس المراري لانه هو بيعمل بيلاري ستيزيز وممكن يبوز الدنيا اكتر كمان مش بنستخدمه في رينال فاليار العيال لو عنده فشل في وظائف الكيلة الا لو هنديه مثلا فترة قصيرة جدا جدا اما لو هنستمر عليه ما بنتدوهش كمان ما بنستخدمهش مع بعض الأدوية اللي هي ماو انهيبتورز زي الأدوية دي واللي منها لينوزيليد مثلا النوع الثاني فانتانيل وده يعتبر اقوى من المورفين المشهور منه هي الباتشات اللزقة اللي بنلزقها دي وبتدي انالجيزك افكت بشكل ثابت كده على مدار الوقت اللي هي ملزوقة فيه وغالبا بنستخدمها في حالات الكورونيك بين لما يكون العيان عنده مشكلة بقى مزمنة ومحتاج مسكن قوي جدا فممكن نستخدم فينتانيل ومن مميزاته انه الى حد ما بيستخدم لو العيان عنده مشاكل في وظائف الكيلة او في وظائف الكبد الى حد ما امان في هذه الحالات النوع الثالث هو الكودين وده كانالجيزك مش قوي قوي لكن ليه تأثير للكاف بيستخدم في الكحة وعشان كده ساعات بينزل مع البارستامول فيه ادوية الكحة والبرد والحاجات دي فيه كمان نوع اللي هو البثدين وده منه امبولات اللي هي خمسين ومية ميلي جرام وفيه طبعا ترامدول وده ليه مميزات كتير بيستخدم في القلم الشديد زي ما قلنا متوسط وفيه استخدام له انه هو بيعالج سرعة القصف طبعا افليب اليوز يعني مش مصرح به لكده لكن الناس لحظت ان ده بيحصل مع الترامدول وعشان كده برده بقى فيه ابيوز ليه الناس بدأت تستخدمه عشان سرعة القصف لو شخص حصله توكسيستي من الأبيويتس فالانتيدوت بتاعهم هو نالوجزون النوع التاني من المسكنات هو المسكنات غير الاستيرودية وده اصلا طريقة شغلها ان هي بتتقلل البروستاجلاندينز عن طريق ان هي بتوقف انزيمين واحد اسمه كوكس وان والتاني اسمه كوكس تو كوكس تو ده هو المسؤول عن الانفلاميشن كوكس وان اصلا يعتبر مفيد بيطلع البروستاجلاندينز المفيدة اللي هي بتحمل معده اللي هي بتعمل فازو ديلاتيشن للكلة وبالتالي بتحافز على وظائف الكلة اللي هي بتحافز على وظائف البلاتليت وعشان كده من عيوب النانستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز ان هي زي ما بتمنع الالتهاب بتشتغل على كوكس وان وبالتالي بتمنع البروستاجلاندينز المفيدة وعشان كده معظم المسكنات عارفين ان هي بتضر المعدة وبتضر الكلة وممكن تعمل نسف لان هي بتضر بوظائف الصفائح الدموية والنانستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز دي معظمهم بيبقى يعني بيشتغل على كوكس وان وكوكس تو في منهم انواع بتشتغل اكتر على كوكس تو وساعات بنسميها وبالتالي اضررها اقل لان هي مش بتشتغل بشكل قوي على كوكس وان ونيجي نتكلم عن الانواع كده بتاعت النانستيرويدال انت انفلاماتوري دراجز اول نوع هو البراسيتامول وفي ناس بيقولوا ان البراسيتامول مش من ضمن النانستيرويدال لكن الناس تانية بتقول انه من ضمنهم الفكرة ان طريقة عمله مش معروفة بشكل كويس مش واضح هو بيشتغل ازاي قوي لكن معظم النظريات بتقول انه بيشتغل برضو على كوكس وان وكوكس تو بس يمكن بشكل سنترال اكتر والبراسيتامول انا شايف انه هو الجوكر لان بعد كده لما نيجي نتكلم عن الحالات المختلفة تلاقي معظم الحالات نقول لك استخدم فيها باراسيتامول يعني انت لو ما انتش عارف وعايز تريح بالك من اي حاجة عين عنده ضغط طبع عين عنده كلا طبع عينه حامل طبع عينه عنده جي سكس بي تي ديفيشنسي انيميالفول استخدم باراسيتامول ورايا هنمغل لكن طبعا احنا هنتكلم بتفصيل شوية بعد كده لكن العيب الوحيد اللي فيه انه هو مالوش انتي انفلاماتوري برو بيرتس يعني هو اكتر انالجيزيك انتي بيراتيك يشتغل مسكن وخافض حرارة فقط وطبعا هو هباتو توكسيك لكن يعني هو ممكن يضر الكبد لكن لو يدناه بجرعات عالية حتى ان مرضى الفشل الكبدي اصلا بنيديهم باراسيتامول بس بالجرعات المسموحة وطبعا في منه شراب واقراس وليبوس وفي منه الفيالز دي والجرعة القصوى للبالغين هي 3 جرام في اليوم النوع اللي بعد كده اسيتايل سلسيليك اسيد اللي هو اسبرين وده اعرف كده انه ممنوع في الاطفال عشان بيعمل حاجة اسمها ريز سندروم طبعا هو ليه طريقتين بنستخدم بهم الاسبرين بنستخدمه كانتي بليتلت مضاد للصفايح الدموية عيان مثلا عنده القلب عنده اما اي عنده مشاكل في القلب وكده فبنستخدم معاه اسبرين كانتي بليتلت بالجرعات الصغيرة اللي هي من 75 و325 ميلي جرام في اليوم اما لو انت عايزه انالجيزيك انفلاماتري انتبايريتك فده بتستخدم فيه الجرعات العالية شوية 500-600 الف وبرده كان معروف زمان ان الاسبرين ممنوع في عيانين انيميا الفول لكن برضه دلوقتي الكلام بقى مختلف عليه كتير وفي ناس كتير بتقول ان الاسبرين الى حد ما مسموح في مرضى انيميا الفول لكن خليك في الامان لو مفيش دواعي استعمال قوية للاسبرين في العيان ده ما تدهوش النوع اللي بعد كده اللي هو بروبيونيك اسد وده اللي من اشهر انواعه ايبوبروفين بروفين مشهور طبعا وده نان سيليكتف كوكس انهابتور يعني برضه بيشتغل على كوكس وان وكوكس تو يعني زي ما بيعمل تأثيره انه هو خافض حرارة ومسكن ومضاد للتهابات ممكن يعمل مشاكل في المعدة وممكن يعمل مشاكل في الكلة وممكن يعمل نصف يعمل مشاكل في وظائف الصفاح الدموية طبعا في منه شراب وفي منه اقراس 200 و 400 و 600 ممكن نستخدمه في الكبار من 400 ل 600 مرات في اليوم النوع التاني من البروبيونيك اسد حاجة اسمها نابروكزين زي في السوق نابروفين 250 و 500 نفس الكلام النوع اللي بعد كده اسمه وده منه برضه كزا نوع زي مثلا اندوميثاسين مشهور طبعا في منه اقراس وفي منه لبوس مشهور بالاسم كده اندوميثاسين والنوع ده بالذات لقوا ان له يعني مضاد للفيروسات في بعض الحالات يعني وهو طبعا بيشتغل زي ما قلنا على كوكس وان وكوكس تو بيعمل لهم انهيبشن النوع اللي بعد كده من الاسيتك اسد اللي هو ديكليفوناك برضه مشهور ديكليفوناك سوديوم وديكليفوناك بوتاسيوم ديكليفوناك سوديوم زي الدكلوفين ديكليفوناك بوتاسيوم زي كتافلام برضه نانسيليكتف كوكس انهيبتورز النوع اللي بعد كده حاجة اسمها بقى اينوليك اسدز زي مثلا ملوكزيكام وده بقى بيشتغل اكتر على كوكس تو بيشتغل على كوكس تو اكتر بعشر مرات من كوكس وان وعشان كده الى حد ما اعراضه الجانبية دي اقل بكتير وكمان يعتبر لونج اكتنج يعني بيشتغل فترات طويلة نسبيا موجود في السوق باسم موبك موبتيل انتيكوكس تو في التركيز سبعة ونص وخمستاشر العين غالبا بياخد يا اما سبعة ونص يا اما خمستاشر مش اكتر من كده في اليوم ممكن نديله سبعة ونص مرتين او 15 مرة واحدة في اليوم والنوع التاني من نفس المجموعة الي هي اينوليك اسد برضه اسم کو بيروكزيكام زي في السوق في الدين عشرة وعشرين وفي منو نبوس والجرعة بتاعته برضو يا إما عشرة مرتين في اليوم يا إما عشرين مرة واحدة في اليوم ومش بنعدي عشرين وفي مجموعة تانية بقى بنقول عليها Selective Cox-2 Inhibitor ودي بتشتغل أكتر على Cox-2 يعني هي مش بشكل قاطع Cox-2 فقط لكن أكتر شغلها Cox-2 Inhibitors زي مثلا سيليكوكسب في السوق موجود باسم سيليبريكس مية ومتين والجرعة غالبا برضو يا إما مية كل 12 ساعة يا إما متين كل 24 ساعة مش بنعدي كده ولقوا كمان إنه بيقلل Rectal Polyps فبنستخدمه في الحالات اللي فيها Rectal Polyps لكن من مشاكله إنه بيزود الكارديو فيسكولار ريسك فالعيانين اللي هي كاردياك مش بنستخدم معاهم سيليكوكسب وفي طبعا أنواع تانية من ال Non-Steroidal Anti-Infirmatory Drugs لكن احنا قلنا أشهر الأنواع المجموعة اللي بعد كده هي Antidepressants اللي هي مضادات الاكتئاب وفي منها نوعين حاجة اسمها سيروتينين Norepinephrine Reaptake Inhibitors زي مثلا دلوكسيتين في السوق موجود بإسم ديبريترين وفيه كمان تراي سايت كيليك انتي ديبريسانتز حاجة زي الأمي تربتيلين في السوق تربتوزول وزي ما قلنا النوع ده الأمي تربتيلين ممكن نستخدمها في حالات النروباثيك بين في حالات الفايبروميالجيا في حالات الكورونيك ماسكولوسكيلتال بين كمان حاجة زي الأمي تربتيلين ساعات بنستخدمها كوقاية لحالات الميجرين أو صداع النصفي طبعا ده بالإضافة لاستخداماتهم أصلا في السايكاتريك يعني المجموعة اللي بعد كده هي أنتي إبليبتيكس اللي هي مضادات الصرع حاجة زي الجابابينتين وحاجة زي بريجابالين وبرضو دول بنستخدمهم في حالات النروباثيك بين زي البوست هيربيتيك مثلا وزي البريفرالنروباثي زي ما قلنا والبريجابالين كمان ساعات بنستخدمه في حالات الفايبروميالجيا فكده دي الأدوية المسكنات دي معظم الأنواع طبعا فيه طرق أخرى للتسكين الألم زي التسكين بالإلهاء التسكين بالإحاء وتمارين التنفس والتسكين الموضعي الحاجات الموضعية اللي بنستخدمها وهكذا لكن احنا بنتكلم عن الأدوية ودلوقتي تعالوا نتكلم عن بعض الحالات المرضية إزاي نختار الأنواع المناسبة يعني من المسكنات أولا فيه قاعدة أتعرفها أن الأبيويتز زي ما قلنا بنستخدمها في حالات الألم الشديد والمتوسط النونستورويدل بنستخدمها في الألم المتوسط والبسيط زي ما قلنا Antidepressants والantiepileptics بنستخدمهم في Neurobethic Bain وخلونا نتكلم عن بعض الحالات أولا الحالة الأولى لو شخص سليم ما عندهش أي مشاكل خالص ما عندهش ضغط ما عندهش سكر ما عندهش كلا ما عندهش قلب ما عندهش حساسية صدر ما عندهش جي سكس بي ديفيشنسي ما عندهش أي حاجة وعنده ألم فأنت هتختار برحتك كل الأنواع متاحة تقول لي طب ما إحنا لو ادينا له Non-steroidal anti-inflammatory drugs هندر الكلا ودي النقطة اللي أنا كنت بتكلم عنها لو عيان طبيعي ينفع ياخد Non-steroidal آه طبعا ينفع هو فعلا Non-steroidal لها تأثير على الكلا لكن كل دوة في العالم له آثار جانبية فده مش من موانع استعمال إن إحنا العيان خايفين مفيش حاجة اسمها كده إحنا نتابعه كده كده لا نستخدم أي مسكن إلا للضرورة عند اللزوم باستشارة طبية وبالمتابعة فالمهم إن لو عيان طبيعي تقدر تستخدم معاه أي مسكن على حسب شدة الألم اللي معاه ونوع الألم اللي معاه زي ما قلنا ألم شديد جدا 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 Obioids ألم متوسط بسيط يبقى تستخدم Non-steroidal بأي نوع ينفع Ibuprofen مثلا Neurobethic pain كان عنده هربززوستر فممكن تستخدم معاه زي ما قلنا الجابابنتن أو البريجابلن وهكذا فأنت تختار براحتك على حسب البين اللي موجود الحالة الثانية لو عيان عنده بالفعل رينال إمبيرمنت هو عنده ضعف في وظائف الكلا أو فشل في وظائف الكلا تستخدم معاه إيه زي ما قلت لك أول حاجة تعرفها الجوكر بتاعنا الجوكر اللي تقريبا هنستخدمه في كل الحالات هو البراستامول زي البنادول مثلا ده في كل الحالات تقريبا هو سيف ففي الحالة دي لو عنده رينال إمبيرمنت ممكن نستخدم براستامول بس طبعا لازم برضه بجرعات أقل ما يمكن وتابع المريض بتاعك طيب لو الألم شديد ومحتاجة تديله أوبيويدز ممكن نستخدم ايه ممكن نستخدم مورفين لكن ما ينفعرش نستخدم عليه فترة كبيرة لكن ممكن نستخدم فنتانيل ده ممكن نستخدمه لفترات أطول أمان شوية لكن ما نستخدمش باقي ولا نستخدم باقي ولا نستخدم أسبرين وفي رأيي بيقول إن لو وظائف الكلا يعني في رينال إمبيرمنت لكن مستقرة ممكن نستخدم حاجة زي الإبوبروفين ونتابع وظائف الكلا بتاعت المريض لكن زي ما بقول لك خليك في الأمان واشتغل على البارستامول الجابابنتن والبريجابالين ممكن أستخدمهم عادي مع ضبط الجرعات على حسب الرينال فانكشن الأمتريبتلين ممكن أستخدمه في هؤلاء المرضى في حالة تانية بقى لو المريض عنده رينال فاليار لكنه بيخسل وبيخسل كلا فده ممكن تستخدم معاه ناناستيرويدا لانتي انفروماتري دراجز عادي لكن تخلي بالك بس من السايد ايفكس بتاعته على السطومك أو على المعدة وممكن تديله بروتون بامب انهابتور الحالة التالتة لو مريض عنده عنده تلايف في الكبد وضعف أو فشل في وظائف الكبد هنختار ايه هو الحقيقة مفيش جايد لينز محددة للنقطة دي لكن برضو معظم الاراق بتقول نستخدم بارستامول زي ما قلت لك البرستامول ده يعتبر الجوكر اللي هنستخدمه في كل الحالات فاحنا ندي بارستامول لكن بجرعات اقل شوية وطبعا نتابع العيان بتاعنا اما باقي النانستيرويدا ما بنستخدمهاش لان هي ممكن تعمل هباتورينال سندروم وممكن تعمل جي اي بليدنج في بعض الحالات ممكن نستخدم لكن ده حذر شديد شوية ونقلل الجرعات بتاعته شوية ولو ده جديد يعني ما نستخدمهاش بالنسبة للأوبيويدز فمعظم الأوبيويدز ممنوعة ممكن تعمل هباتيك انسفالوباثي او غيبوبة كبدية لكن اذا لازم القمر فممكن ندي الفنتانيل اللي هي اللازقة اللي احنا قلنا عليها دي او مورفين لكن في الحالة دي بنقلل جرعة المورفين للنص وممكن ندي ترمدول لو الحالة كومبنسيتد لفر ديز يعني ما فيش أسايتس ما فيش فاريسيز ما فيش جوندس كده يعني فممكن نستخدم فيها ترمدول اما لو سيفير لفر سيلفاليير ما بمستخدمش ترمدول جابابينتن والبري جابالين ممكن نستخدمهم لكن نبدأ بجرعات قليلة ونعمل تايتريشن على مسافات ابعد ممنوع الاميتربتيلين ممنوع لو مريض عنده ضغط او قلب هنستخدم معاقية في الحقيقة ان احنا ممكن نستخدم نانسترويدل عادي نانسترويدل ممكن الى حد ما ترفع الضغط شوية بس بشكل مش كبير ما يمنعش يستخدمهم انت بس هتتابع المريض بتاعك وممكن تستخدم اي مسكن عادي بالنسبة للحالة الحالة الخامسة لو مريض عنده سكر نفس الكلام معظم الادوية ما فيهاش مشكلة خالص اي نعم بعض انواع الانسترويدل ممكن تعمل هايبو جليسميا لكن برضو دي حاجة مش شديدة قوي وممكن نستخدم عادي اي مسكن انت تختاره على حسب الالم اللي موجود الحالة السادسة المريضة الحامل لو ستة حامل بقى نستخدم لها ايه زي ما قولنا بارستامول استخدم بارستامول كمان مفيش منها مشاكل ان شاء الله لكن انت زي ما قولنا ما بنستخدمهاش الا للضرورة والفترة قصيرة واقل جرعة ممكنة الحالة السابعة هي الرضاعة لو المريضة ولدت وبتردع وعايزين نستخدم لها مسكن لأي سبب فبرضو ممكن نستخدم البرستامول مفيش فيه مشكلة ممكن نستخدم باقي انواع النانسترويد خصوصا الايبوبروفين ممكن نستخدمه برضو ينزل في لبن الام الى الطفل ويخاف لايعمل لكن دي حاجة نادرة جدا بس برضو ابعد عنه طالما مش محتاجه وفيه بدائل كتير ابعد عنه بالنسبة للأوبيويد فالكودين عليه كلام كتير ينفع ولا ما ينفعش فبرضو ابعد عنه المورفين مفيش فيه مشكلة لو هتستخدمه مثلا مرة واحدة اما لو انت محتاج حاجة قوية لفترة طويلة فممكن تستخدم بالنسبة للترمدول فمفيش تصريح الرسمي ان احنا نستخدمه لكن كل الدراسات بتقول ان مفيش فيه مشاكل على الطفل ان شاء الله يعني هو مش لكن كل الدراسات بتقول ان ما حصلش مشاكل من استخدامه وراقب الطفل بتاعك اسناء الاستخدام فقط الحالة السامنة لو عيان عنده ازمة برونكيا الازمة عنده حساسية صدر او ربوة طبعا هنستخدم مين الجوكر بارس التامول مفيش فيه مشاكل باقي نانستورويدا الانتي انفلامياتوري دراجز زي البروفين مثلا كان يقول لك ممنوع عشان يزود حساسية الصدر هو الفكرة ان فعلا بتزيد معهم نسبة الحساسية ممكن يحصل معهم ممكن يحصل ليهم هما يعني الهايبر للأسبرين بتزيد مع عيان الحساسية وكذلك باقي نانستورويدا انتي انفلامياتوري لكن ده مش ضروري طبعا يحصل برضو مع كل الحالات لكن الريسك بيزيد معهم شوية فبرضو لو انت مش محتاجهم قوي 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 يعني استخدم البرستامول بالنسبة للابيويدز ممكن تستخدم الفينتانيل لكن ما يكونش فيه اكيوت او تكون الحالة ستيبل كده ينفع تستخدم كمان الى حد ما ممكن نستخدم ترامدول اما باقي الابيويدز فلا ينصح باستخدامها لان هي غالبا بتزود بالحالة التاسعة لو مريض عنده جي سيكس بي دي دفشينسي او انيميا الفول برضو الجيوكرمين برستامول يستخدم برستامول عادي البروفين عليه كلام من زمان قوي يقعد يقول لك ممنوع في مرضى انيميا الفول الدراسات دلوقتي كلها بتقول ان البروفين عشان يعمل هيموليسيز دي حاجة اكستريملي رير يعني نادرة جدا 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 لكن لو مش محتاجه ابعد عن الشر وغنيله المهم ان فيه ناس دلوقتي بتطالب انه يتشال من قائمة الادوية الممنوعة مع مرضى انيميا الفول فانا شايف ان احنا لو محتاجين البروفين ممكن ندين زي ما قلنا الهيموليسيز مع ابو بروفين حاجة اكستريملي رير كذلك الامر مع الاسبرين الاسبرين كان زمان ممنوع تماما دلوقتي زي ما قلنا الدراسات شغالة وعمالة تقول دلوقتي انه ممكن ندي اسبرين في مرضى انيميا الفول بس برضو انا رأيي طالما انت مش محتاجه بشكل قوي ما تدهوش ممكن تستخدم بارستامول او ابو بروفين بالنسبة لباقي الناستيرويد فبصراحة انا مش لاقي كلام عنهم مش لاقي كلام سواء بالمنع او ان احنا نديه لكن عموما انت ممكن تحتمت زي ما قلنا على النوعين دول وخلاص بالنسبة البنزودياسبينز عادي ممكن نديهم الكودين ومشتقاته ممكن نديه بروبفول ممكن نديه عادي فنتانيل ممكن نديه عادي هسيب لك مصادر كتير تحت الفيديو في الوصف تقدر تشوفها وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم